إلى موضوع آخر إذا انتشر وسم رفع الحظر عن الملاعب العراقية في تويتر وذلك بعد قرار الفيفا السماح باللعب الدولي على بعض الملاعب في العراق بعد عقود من التعليق وفند المغردون رواية بعض الحسابات الإلكترونية التي ادعت أن الفضل في رفع الحظر يعود إلى رئيس هيئة الكرة السعودية تركي الشيخ الموقع الإلكتروني للاتحاد العراقي لكرة القدم نشر بيانا شكرا فيه كل من ساهم في رفع الحظر وخص بالذكر الحكومة العراقية والقوات الأمنية التي ساهمت في استرجاع الأمن وهو ما دفع الفيفا إلى هذا القرار ولم يأتي البيان على ذكر أي شخصية سعودية حساب حطام غرد قائلا تركي الشيخ لم يستطع منح ترخيص لأنديته المشاركة السياويا فكيف يرفع الحظر عن كرة القدم العراقية أما الحمادي فغرد قائلا رفع الحظر ارتبط بتحسن الحالة الأمنية ولم يكن بدعم أحد والسعودية لم تكن من الدول المصوتة ولم يكن هناك تأثير للسعودية أو تركي تم رفع الحظر عن ثلاثة ملاعب في ثلاثة مدن الحالة الأمنية فيها مستقرة ولا تتعرض لتفجيرات إرهابية نختم بهيثم الذي قال المفروض الهاشتاغ لا يطلقه السعوديون المفروض يطلقه العراقيون فاعل الخير لا يقول أنا فعلت وينشر أفعاله بين الناس